وكذلك كان عدل وصيه وخليفته على أمه الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليهم الذي هو أيضا من جانبه تعرض إلى ما تعرض له أخوه المصطفى صلى الله عليه وآله من التهم والأباطيل والافتراءات أيضا علي وانتهموه بأنه طالب ملك ويتغافل هؤلاء عن أن عليا لو كان يطلب الملك بلا قيم بلا مبادئ بلا ثوابت فقد جاءه هذا الملك أيضا على طبق من ذهب متى يوم الشورى ما يسمونه بالشورى لما قالوا له تعالى نبايعك على أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخي لو كان علي غير مبدئي غير قيمي وكان كهؤلاء السياسيين الذين إنما ينشدون الملك والسلطان حتى لو داسوا على مبادئهم لقبيل بذلك وبلا حروب وبلا أم الجمال ولا معاوية ولا طلحة والزبير ولا خوارج ولا أذية ولا حروب خلص وتحت إجماع وطني أيضا إجماع يصير عليه بس هذه وبعدين خليه يدوس على من بعدين يسأله من يقدر عليه بعدين بعد ما يثبت سلطانه من ذا يمكن أن يحاسبه على سيرة أبي بكر وعمر مثلا يدوس على سيرة أبي بكر وعمر لما لم يفعلها لأنه إن فعلها لهدم هذا الدين عياذا بالله لثبت مرجعية أبي بكر وعمر حتى الشيعة حينئذ سيعترفون بأبي بكر وعمر لأنهم يقولون إمامنا اتخذهما قدوة يقول أنا أعمل بسيرة أبي بكر وعمر على هذا يبايعوه تخيل شوف المصيبة حينئذ لا يفعل ذلك نبي أو وصي